من 13 نيسان 1975 وحتى الرابع من آب 2020 توريخ حزينة تركت آثارها السلبية في وجدان المواطن اللبناني وقطعت أوصال الوطن إلى دويلات لا تزل تتناحر حتى يومنا هذا بأشكال مختلفة وما زلنا ندور في هذه الدوامة نتيجة الذهنية الكارثية والمأساوية والعبثية وبمناسبة مرور سنة على كارثة الرابع من آب أنا عماد بر من سدني أستراليا في هذه المناسبة الأليمة مناسبة الرابع من آب الكارثية وبعد كل هذا الدمار الذي لا ينتهي جئت باسمكم أيها الشهداء وباسم عوائلكم الثكالة أطرح معكم وعنكم جملة أسئلة أضعها في خانة جميع الذين هم اليوم في السلطة وأهلي في لبنان وفي الاقتراب هل انتهت عقلية الحرب مع ما يصحبها من ممارسات بشعة؟ هل انتهى منطق التخوين وتبادل الاتهامات حول ما آلت إليه أوضاع لبنان من تدهور وعلى كافة الصعود؟ هل انتهت ذهنية الاستفاف الطائفي والمذهبي وحلت مكانها عقلية المواطنة؟ أو بوادر الدولة العلمانية التي تحترم العدالة الاجتماعية؟ هل بلغنا مرحلة الندوج السياسي الذي يسمح لنا ببناء الدولة ومؤسساتها والعمل على تثبيت الوحدة الوطنية الشاملة؟ هل وصل المواطن العادي إلى حقه في العيش الكريم والآمن؟ كل هذه الأسئلة وغيرها تحضر في هذه الذكرى الأليمة احتراماً ووفاءاً لمسيرة الشهداء أربع آب وشهداء كل لبنان وكل الوطن أخيراً هي كلمة وفاء لبيروت بأن نكون صادقين وفاعلين في الدفاع عنها وعن وحدة لبنان وتعزيز حريته وإلى شهداء أربع آب أقول أنتم حبات العيون وخفقات الكلوب أنتم الطريق والراية أنتم الربيع الآتي وأنتم التاريخ في ذاكرة الأجيال التي لم تولد بعد أنتم الشمس الساطعة في أحلام الأطفال لقد صدقتم فقضيتم وما بدلتم تبديله